السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم جملة من الأخبار العاجلة لحقيقة بش نحكي وعليها في الفيديو هذي ما تستنيش قلت خلينا نتنقش فيها ونحكي وفيها قرار من رئيس الجمهورية قيسة سعيد بطرد مسؤولة عن النقابات الأوروبية تزور تونس كنا حكينا عليها في فيديو سابقة ونرجع لكل المعلومات المتعلقة بها فقط اقبل خليني نبدأ بالقرار متع رئيس الجمهورية قيسة سعيد اللي هبطت في بيان في الصفحة الرسمية لرئيسة الجمهورية شنو واجه في البيان هذا بأمر من رئيس الجمهورية قيسة سعيد دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة إستر اللاش اللي شاركت اليوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة سفيقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي دعتها إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ أعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه جاء في البيان بأنه جدير بالتنويه في هذا السياق لأن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها فالسلطة وسيادة بيد الشعب الذي أحبه الذي أحبه كما قال زعيم النقاب الخالد فرحة عشيد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة تنفيذة الذي ذهب ضحيتها عدد من شهداء الأبرار دونك السلطات التونسية والرئيس الجمهورية يدعو إلى طرد هذه المسؤولة شكون هذه المسؤولة وشنوها قالت اليوم وشنوها صرحت وشنوها قالت عليها الأستاذة وفئي الشيدلي أولا أستاذة وفئي الشيدلي كنت عرجت على النقطة هذه وقالت بأنه الطبوبي يستقوي بمثل هالمسؤولين هذوما قالت الطبوبي استدعى الأمين العام للنقابات الأوروبية في تظاهر ينظمها اتحاد السفاقس ويخطط لاستدعى منظمة النقابات الأمريكية وذلك لغاية في نفس عقوب وهو الاستقوى بهم لتكون الأيدي ضغطة على حكومتهم للضغط على قيس السعيد خطير جدا ما يخطط له الطبوبي ولابد من التصدي لمحاولاته العبثية لضرب الدولة بطريقة خبيثة جدا به نشرهما صورة للمسؤولة هذي والطبوبي كيفش هو رفع علمة النصر وهاته نقول لكم شنو قالت عليها الأستاذة وفاء الشيدلي إما أقبل خليني نقول لكم هي شنو قالت اليوم مشيت للإسفاقس تعرفونه اتحاد شغلي يركز برجها للإسفاقس وشركة في المسيرة اللي عملوها اليوم عبرت عن دعمها وتضامنها في تصريحات هذه مع المنظمة الشغيلة واعتبرت أن أي هجمة قد تطال اتحاد الشغل هي بما ثابت هجمة على كل النقابات بجميع أنحاء العالم حسب قولها وقالت بأن النقابات هي جزء من الحل وما هيش جزء من المشكل ودعت إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحل حالة الوضع اللي تمر به البلاد حسب تصريحها دي وينة في بهذه كانت تصريحات اللي أغضبت رئيس الجمهورية قيس سعيد وشفناها في صورة انشرها الاتحاد هي والطابوبي هو رفع عليمت النصر وإياها حتى يدها في يده وزيارتها من المفروض بديت نهار 17 فيفري تتواصل حتيكش لـ 19 فيفري تتنزل في إطار هكا حسب ما أعنوه اتحاد الشغل سيارتها لتونس تتنزل في إطار مساندة النقابات الأوروبية للاتحاد العامة التونسي للشغل في تحركاته الرامية إلى التصدي إلى الهجمة اللي تستهدف العمل النقابي في تونس حسب عليك أسدرو البارح اتحاد الشغل وكانت المسؤولة النقابية هذه التقات البارح نوردين طابوبي أمين عام اتحاد الشغل وعبرت له عن دعم كونفيدرالية النقابات الأوروبية للمنظمة الشغيلة في دفاحها عن الحرية النقابية والعمل النقابي المستقل ومساندتها للحوار الاجتماعي والدفاع عن الحرية العامة والفردية ومشيت اليوم ما لس في قس في إطار هاتحركت هذين به على خلفية هذه الصورة دونته علقة الأستاذ وفاء الشيدلي نشرت الصورة هذية ولا هكا كابتور من البيان بتاعت حد شغل على صفحته الرسمية كيفش تقابل اليوم طابوبي مع هذه المسؤولة النقابية الأوروبية وعلقة قالت الطابوبي يحتمي بإيكونفيدرالية النقابات ويرفع شارة النصر صحيح إنك يا طابوبي تهدف لضمان ضغطها على الحكومات الأوروبية للضغط على مركز القرار بتونس لكن وحدك ترفع الشارة شارة النصر ولم تشاركك حسب صورة تلك الشارة الوهمية وحتى لو رفعتها فتأكد أنها مش حربوشة بيشتبلعها لأنها بمجرد تقصي على الخفيف ستعرف أنك مجرد انقلابي على شرعية المنظمة علاوة على حجم الفساد بها الذي يزكم الأنف ومن الآخر تونس ذات سيادة يعني واضح قراءتها واضح موقفها واتحاد شغلك الرحب بها ومعنها برتاجة دعم متاحها والموقف متاحها أستاذة وفاشي اللي تقول هو يستقوي بيها وتصريحاتها اليوم اللي مشيت لسفيقس وعطت تصريحات أغضبت رئيس الجمهورية واعتبرها تدخل السيفر في شؤوننا الداخلية وطردها وطلب منها مغادرة تونس خلال 24 ساعة وأعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه قرارات غير مسبوقة لرئيس الجمهورية معنى ما يوخرش حتى دقيقة في إعلان أي قرار واقترى أنه فما تدخل في الشؤون الداخلية لتونس من قبل نيس هما موجودين في زيارة إلى التراب التونسي موسيقى